اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذاعة نور دبي اجواء جميلة صباح يعني ولا اروع مغيم وشوية من نفاف حتى رذاذ رذاذ جميل ينظف لك السيارة ويوصخ لك السيارة لكن عموما يعني اتمنى لكم صباح جميل جدا وحلقة ممتعة اليوم حلقتنا جدا جميلة فيها العديد من المواضيع لكن قبل ما نطرح مواضيعنا خلوني بس ارحب بفريق العمل معانا اليوم في الاخراج تقولي مخرجين اليوم لا لا مخرج واحد عندنا الثاني سابورت الثاني سابورت محمد الصفار معانا في الاخراج يعطيك العافية صباحك خير ويتعاون معا عيسى سبيل ومعانا في التنسيق حمد المعيوف ومعاكم محدثتكم الانسى محمود يعرفها الدكتورة نادة الملة انا بعدين ما عرفت باسمي ترايي اختنا الصغيرة نادة الملة واخوكم العود محمود يوسف صحيح صحيح عموما صباح جميل لكم جميعا ارقام التواصل معنا الدكتورة كم؟ للمكالمات 600551414 وللرسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على كاونت نور دبي وكاونت ان شاء الله هيت الصحة في دبي على انستجرام هو دي اتش اي اندرسكور دبي يا سلام صباح الخير يا مرحبا فيكم يا صباحكم سعادة يا جمالكم منورين الشاشة شكرا وصباح الطاقة الايجابية شكرا صباح الاحد اللي يحبه كل احد لسينا نقولها بداتا اليوم اوكي قلت يا اهتراك عموما دكتورة خلينا بس نذكر بارقام ما بارقام تواصل نذكر بالتأمين الصحي ليخلص نهاية الشهر كم تأم محمود حسبت؟ كم تأم عليه؟ 27 يوم تأم على نهاية مدة تأمين الصحي 27 يوم لا 27 هي 27 صحي 27 يوم احسبها كل يوم ايه ما شاء الله عليتي انا عمال وايد ما امنتيهم شي شركاتي وعمالي لازم يبالهم كله في تأمين زيلي ايضا دكتورة نحن بس نذكر حتى بالرابط وبعدين ما نتوجه الى التواصل الاجتماعي الرابط هو www.isahd.ae فدخلوا على الرابط وتشوفوا الباقات التأمينية والمشوونين بالتأمين وغيرها وصححوا أوضاعكم قبل نهاية المدة جميل وننتقل للزميلة اسمى الجناحي موجودة معان عبر الهاتف بتحدثنا عن يعني اسمى في هذه الأجواء الجميلة انا بغي نعرف شو حطيته في السوشال ميديا كرسالة صباحية وايضا آخر ما يستجد في حسابات الهيئة سباح الخير عليكم على كل المستمعين إذاعة نوردبي الصراحة الويكند هذا كان بفعاليات كثيرة كهية الصحة من ضمنها يوم الوفاء لأم العطاء وكانت فعالية كاملة للايتام وكلنا موجودين هناك مثل مثل الصوصات طبية الصوصات الأثناء نصائح ورشة تعليمية عن طريق الألعاب ألعاب ترفيهية تثقيفية صحية كان يوم مميز جدا في حديقة دعبي جميل ممتاز غير ها؟ ما قلتنا رسالة رسالة اليوم يا أسماء بخليها آخر شيء ختامهم ختامهم مسكسين جميل غير هذا دوري الخليج العربي كان أطفال للمصابين بالسرطان في مستشفى الزيق وايد جميلين كانوا أسماء وايد جميلين في مستشفى الأمل متوينها دوري الخليج العربي على مستشفى الإمارات كلها لكن نحن بطولات اللي كانت في إمارات كيف كان أطفالنا مصابين بسرطان ومبادرة فعلاً أن يشكرون عليها والله يشفي مرضانا ومرضى المسجدين وكفاية الفرحة اللي كانت عليهم والله الفرحة مو بأليهم علينا نحن بعد وايد استانسنا شفناهم بالعكس كانت مبادرة جميلة جداً وهم يدخلون القرون والحارس ما يقدر عليهم فاتوات يعني فانوا يوم وايد مميز هذا اللي كان في عطوة الجمعة والسر لكن ونختمها برسالتنا النجاح الحقيقي هو جولة عملك وكيفية الوصول لهدفك نتمنى أن تتحقق كل هدفكم جميل نبدأ صباحاً لأحد شوي بدعاء جميل شكراً للجسم الجناحي من صوت السوشال ميديا عندنا والإعلام الاجتماعية فيها صاحب دبي شكراً جزيلاً لك أيضاً نرجع دكتورة لواحدة من الدراسات اللي موجودة عندنا الصفار العوسك عيسى شكله عموماً عطي إجازة يا عيسى عطي إجازة بارك الله فيك إجازة على الهوى الحقيق إجازة الجو الجميل عموماً دراسة طبية حديثة تحذر من النوم في حالة غضب حذر الدراسة الصينية حديثة من الخلود إلى النوم بعد التعرض للانفعال أو الغضب أو رؤية مشاهد مفزعة مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تعزيزها داخل الدماغ حيث تتم إعادة ترتيب الأحداث السلبية وحفظها داخل الذاكرة وما يؤثر على صحة الإنسان البدنية والنفسية من المعروف أن النوم يلعب دوراً حاسماً في الذاكرة يساعد على إعادة تنظيم المعلومات وتخزين الذكريات ضمن عملية تعرف باسم الاندماج أو التوحيد حيث فحص الباحثون في جامعة بكين الصينية تأثير اندماج النوم والذاكرة على قمع الذكريات السلبية وتخلص منها واختبرت الدراسة العلمية الأساسية التي تحدث في الدماغ لقمع الذكريات السيئة حيث شملت راثة سبعين مشارك تم تدريبهم على حفظ ستة وعشرين زوج من الصور تتألف من وجوه محايدة أو سلبية مثل جثث حيوانات لخلق ذاكرة مليئة بالصور المزعجة والسلبية وأثناء الدراسة طلب منهم استعادة الصور المتعلقة ورضت عليهم صور المحايدة وطلب منهم أن يحاولت نساء صور المزعجة واستمر المشاركون إعادة المحاولات على مدار يومين بحسب صحيفة دينيميل البريطانية وجد الباحثون أن عملية قمع الذكريات السيئة والصور المزعجة صعبة بالنسبة للمشاركين وأظهر الفحوصات الرانيين المغناطيسي أن نشاط الدماغ المرتبط بقمع الذكريات السلبية والتي بيانت أنه تم إعادة ترتيب الذكريات السلبية وانتقالها من الذاكرة مؤقتة إلى قرن آمون حيث تخزين الذكريات على المدى الطويل ما يجعلها أصعب في التخلص منها أوش تعرفين شو قرن آمون؟ والله بالعربي لا محمول يمكن بالإنجليزي بأعرف اسمه لأن المستمعاتنا حدام بالإنجليزي فهي ترجمة العربية لا والله ما أعرفها والله نحن يمكن نسوي عليها سيرج أثناء الفاصل ونخبركم عنها لكن شو راج في الدراسة هذه؟ والله محمود هذه الدراسة تأكد صحة تعرف الكلام كان يقولنا الأمهات والأجداد من قبل ما كانوا دارسين ولكن شو كان يقولك دائما لا تروح تنام وأنت زعلان أو أنت مضايج ودائما كان يقول لا تخل حد مضايج منك أو أنت مضايج من حد وتروح تنام مبزين كان يقولوا مبزين هم كانوا يعرفون سبب الطبي بس فعلا في دراسات وائد غير عن هذه الدراسة تأكد أن الناس يروحون للنوم وهما زعلانين أو أفكار سلبية في رأسهم يأثر حتى على عمل القلب وعلى عمل أعضاء الجسم خلال النوم وعلى النمو حتى نمو الأطفال خلال النوم يأثر عليهم لما تكون أفكار سلبية أو صور مفزعة تعرضون للقبل النوم ولاحظ حتى ثاني يوم ما تنش بنشاط لقد تلاقي الناس يصحون الصبح ويحسون كأنهم ما نمو تحس كأنه ثمان ساعة أن نمتها ما كفتك تقولك أني ما كتنايم طول الليل ليش؟ لتأثير الأفكار السلبية فهي دراسة صحيحة فعشان شي يا جماعة صفوا باركم قالوا ما تنامون وقروا شويات قرآن تهدى نفوسكم وطردوا أي أفكار سلبية قبل النوم يطردون يطردون أفكار سلبية صحيح طيب اليوم دكتور الأحد هي اللي حبك الأحد وفي كل أحد عندنا البيان الصحي اللي يصدر بتعاون مع صحيفة البيان طبعا هذه ثمرة تعاون ما بين هيئة الصحة بدبيوة منسسة البيان في الصحيف مجموعة متنوعة من الأخبار والحوارات الغنية والمعلومات الطبية وأيضا المقالات الصحية والنصايح الغذائية وغيرها من المعلومات فنحن ندعو المستمعين لاقتناء صحيفة البيان اليوم وللطلاع على البيان الصحي هذا الملحق الجميل جدا صحيح صحيح جميل بس عموما فيه وايد أسئلة دكتورة عندنا هنا لكن ما شاء الله يعني متفاعلين اليوم اليوم متفاعلين حيكم يوم جميل بكل مقاييس على قدر ما تعطى تكافى على قدر حسن نيتك تتيسر أمورك على قدر حبك للخير بدون مقابل تفتح أبواب الخير والنجاح أمامك هذا صديق البرنامج الدائم بازوكا بازوكا انت عارفين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن عدسات ولا عينك دكتورة خاص قد تبيز أنه فيه بي وزد فعرف النجاح بازوكا نزيل وجودكم وشوفتكم به الصباح أجمل رسالة لنا شكرا لك يا سارة شكرا لك يا سارة وأيضا هلو أندونيسيا هلو قلنا ما هي فوائد شرب الماء الدافئ في الصباح الماء الدافئ شربه في الصباح طبعا ويت دراسات ويتكلمنا عنه هل يساعد في تخفيض الوزن لا ليس في دراسة أن يساعد في تخفيض الوزن ولكن يساعد الكلية أنه تتخلص من الرواسب اللي ترسبت خلال الليل طبعا نمح النايمين الكيلية تشتغل وتصفي لنا الدم والشوائب من الدم فشرب الماء الدافئ أول الصبح وتكرم عقوبة تروح الحمام يساعد الكلية على التخلص من الترسبات بالتالي يقلل خطر الإصابة بحصوات الكلة أو التهابات الكلة صح وبتكون تعبان لما تصحى فعلا يساعد صباحكم طب وشو العمل كيف تتخلص منها اقرأ ورد من القرآن في الليل واقعد بينك بين نفسك قبل ما تنام وصف احنا نقدر نتحكم بالعقل ليس العقل يتحكم فينا عبد الله من لندن دكتور يقول هل العشاء يؤثر على النوم هي والله يؤثر يؤثر على النوم يخليك ما تنام زي انت عشاء تجيل صباح الخير أحبكم يا هلد بي ونحن نحبك شكرا السلام عليكم ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم أنزل من أجل الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله فاصل مستمعين اللي حاب يتواصل معنا شو موضوعنا بعد الفاصل يلا قولي دكتورة بيكون معنا غشي غشي الدكتورة بيكون عن خدمات قسم الطب النفسي بمستشفى راشد مع الدكتورة آمنة علي الفلاحي فموضوع مهم انتظرونا طي فاصل وما نرجع أرقام التواصل 600551414 وطريق الرسالة النصية على 4006 والإنستغرام نحن موجودين لايف فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 4006 ومتواصلين معاكم عبر حساباتنا في الإنستغرام موجودين لايف على نور دبي لايف وأيضا على حساب هيئة الصحة اللي هو شو؟ دي اتش اي اندرسكور دبي ان شاء الله عليك مذاكرة اليوم دكتور حافة جازة زين دي اتش اي يعني من دبي هيرثة ثورتي اندرسكور دبي دبي قسم الطب النفسي من السجفة راشد من الأقسام اللي تلعب دور وفاعل في تعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع بما يقدمه من خدمات وقائية استشارية وتشخيصية وعلاجية كل هذا في نفس الوقت طبعا هذا طبعا يأتي من إدراك هيئة الصحة بدبي بأهمية هذا التخصص الطبي الذي لا يقل أهمية عن غيره من التخصصات الطبية ويمكن هناك الكثير من الأمراض في حياتنا نحن يعني ترجع أسبابها نفسية ها دكتورة؟ نعم نزيل فمعانا اليوم دكتورة آمنة علي الفلاحي مساعد ممارس نفسي ومن قسم الطب النفسي خدمات الطب النفسي في هيئة الصحة صبح تلوب الخير دكتورة مرحبا أخ أخي محمود يا هلا اليوم طبعا نحن هذا الموضوع نحن أثرنا نطرحها لأنه بالفعل من المواضيع المهمة لكن قبل نتطرق إلى الخدمات التي تقدمونا خلينا نتكلم عن مفهوم الصحة النفسية شو يعني أنا أكون إنسان سوي أو صحيح نفسيا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفهوم الصحة النفسية بشكل مختصر وبسيط بيكون في على نقطتين أول شيء لا صحة من غير الصحة النفسية والإنسان المتزن يساوي مجتمع متزن بمعنى الإنسان لازم يكون متزن من الداخل والخارج لكي يتعامل مع العالم الخارجي فالإنسان حينما يعاني من مشاكل نفسية لا يعرف يتعامل مع الناس اللي حواليه وبالتالي تتأثر حياته مع الناس سواء كان في البيت أو في مكان عمله والنتيجة أن حياته تبتدي تتغير ويكون غير سعيد وفي النهاية غير منتج وهناك أيضا حقائق حول الصحة النفسية منها أن الأمراض النفسية تصيب الرجال والنساء بحد سواء بغض النظر على الحال المادية والاجتماعية أو الدينية واحد من كل أربع شخاص يعاني من مرض نفسي مثل ما تشوف النسبة عالية ولهذا لازم نفهم ونهتم بالصحة النفسية صحي شو الخدمات التي قدمها قسمة طب النفسي في مستشفى راشد قسمة طب النفسي في مستشفى راشد يقدم خدمات شاملة منها خدمة صحية النفسية للكبار وخدمة صحة النفسية للصغار أبتداء من سن 12 فيه طبعا أصغر يأخذونهم مستشفى لطيفة وخدمة صحة النفسية لكبار السنين المسنين والصحة النفسية للخدمة المجتمعية اللي هو مكون من طبيب نفسي وممرض وخصائي اجتماعي الفريق هذا يذهب إلى المنازل بدلاً من إقامة المريض في المستشفى وطبعاً فيه بعد خدمة الصحة النفسية للجهات الطبية الأخرى لهيئة الصحة وبعد عندك خدمة الصحة النفسية لقطاع الحكومة وتشمل يعني كتابة التقارير وتقييم النفسي وعمل اقتبارات نفسية اللي هم يحتاجون في هذا المجال جميل طبعاً وجود كل هالأقسام تدل على أهمية الصحة النفسية ونها كد مرتبطة بالأمراض الأخرى فشو العلاقة ما بين الطب النفس والأمراض الأخرى الممكن يعاني بهالإنسان؟ هناك علاقة وثيقة يا دكتورة ندى لأن الصحة البدنية من الصحة النفسية والعكس صحيح بمعنى يعني خلينا ناخذ واحد من الدس أودر اللي هو مرض نفسي الخوف والقلق المستمر مثلاً الإنسان اللي يكون مصاحب بخوف وقلق دائماً هذين الناس اللي شافوا أن يستوي عندهم مرض القولون في معظم الأحيان وبعطيك مثال آخر لمراض الناس اللي عندهم مقدة درقية يكونون أكثر الناس معرضين للاكتئاب صحيح فهناك علاقة وثيقة هي نعم ممتاز طيب نتكلم عن الحملات التوعوية اللي تقومون فيها الدكتورة للتغيير يعني نظرة المتحدة يعني في الواحد يقول بسيرها عن طبيب نفسي يعني خير إن شاء الله انت مينون حشان سير عن طبيب نفسي ولا شي فهي في نظرة يعني ما بصحيحة للطب النفسي فنبغي نعار شو الحملات التوعية اللي تسوينا في هذا المنجور شو هي النظر كيف ممكن نغيرها هاي الحملات أخ محمود تحارب وصمة العار للناس اللي عندهم بالانجليزي يسمونهم استقما على مرض نفسي فمنذ بداية 2009 سنويا نقوم بحملات التوعية في شهر أكتوبر من كل سنة تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية اللي هو عشرة عشرة وتشمل الحملات محاضرات حول هذا الموضوع بروشورات ملاصقات وعندكم بعد زيارات اللي حين بديناها نحن للمدارس والجامعات نتكلم فيها عن الأمراض النفسية فمثل ما تشوف هناك نشاط مكثف ومتتالي ومتواصل جميل نحن ما ناخذ مداخلة بس قبل المداخلة بس أقرأ هذه لأن أبو طلال الموصلنا أبو طلال الكريش يقول ما شاء الله تبارك الرحمن ومنورين الله يبارك فيكم أنا حاليا في مستشفى راشد دعواتكم ما أدري شو رح يقول الدكتور في عيادة القلب نحن نتمنى لك إن شاء الله كل الصحة والعافية وهذه رسالة قريناها وأكيد المستمعين بعد ما بيقصرون بيدعو لك ناخذ مداخلة ألو السباح كل الخير سامحك النور والسرور أنا ما قالوا لي الاسم بس فضل أخوي بسلطان أي سامحني قالوا لي حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله وتحية أيضا للدكتورة ندى وكل من محمد الصفار وعيسى شبيل والدكتورة آمنة وياه مرحبا وسألوك أول عمرك مشكور حياك الله يا حي فضل بس أنا عندي شؤال دكتورة آمنة بس ما عليك أمر على الزرية شبيل هل تعصب لنادي يعتبر حالة نفسية يعني تعصب بمعنى كلمة تعصب يعني نحن ما نتكلم عن التشجيل عادي اللي يفتخدمها مثلا بسهل محمد الصفار لا تعصب قوي جدا يعني محمد الصفار شجع له لي بمجالي عادي هو محمد الصفار أنا سؤالي هل تعصب القوي هذا اللي الغير يعني بصراحة مطلوب واللي يبالغون فيه أقول لك شيء بو سلطان أقول لك شيء تضحك في برنامج أسمع في برنامج عندنا روحك رياضية يقدم الزميل وراها كفاح الكعبي لكن أكثر واحد ما في روح رياضية هذا الريال كفاح الكعبي يوم أنت ما تكلم عن المرشلون خلاص تختفي عن عنا هو البارحة البارحة يعني صدر برسلونة في التالي ما تكلم اليوم لا هو مدريدي لا خلاص يعني فأنت تقصد بو كريم يعني صاحب هالسؤال عموما هو لا أنا أبو كريم وايدين يا أستاذ وايدين يا دكتورة يعني المشكلة أنه في ناس أنا أقول لش عيناوية يعني خلنا أكون واقعية لا لا خاطر ما نحاول السؤال على ما نمسك الجانب النفسي أو الطبي في هذا المجال ما يترك الجانب الرياضي حق بو كريم أزاك الله خير بو سلطان شكرا لك دكتورة بو سلطان طرح موضوع وايد مهم جدا هذا مسألة التعصب التعصب قد يكون لنادي لفريق قد يكون لرأي معين قد يكون لفكر معين قد يكون ل يعني في شغلة في الحياة أن أتعصب لها أمزين فهل هو بالفعل مرض محتاج أن يكون لها علاج ولا لا أخ محمود هذا يصبح طبعا مرض في حالة أن إذا هذا التعصب تشافت الناس بسلوك غير طبيعي صحي بمعنى أنه قام يكسر لك الكراسي ويتكلم كلام بذيء لحواليه ربعه والناس اللي حواليه يشوفون أن هالأشياء قام تستوي أبنورمل في هالحالة نعم قد يتحول إلى حالة مرضية لكن التعصب يعني مثلا في تقاليدنا العربية ساعات نحن يعني يصدر منه هالشي فهل ليس بكل شيء أنه واحد يأخذ أنه له علاقة بمرض نفسي أكيد من زي أيضا مسألة التعصب يعني دكتورة هل لها علاج إذا كان واحد بالفعل أنه طال أكستريم في عملية التعصب نعم له علاج كيف نعالجه دكتورة أنا عندي واحد أبغي أعالجه أبو كريم واحد أبغي أعالجه طبعا حسب حالته أخ محمود العلاج يكون يا أنه علاج يعني بالطب النفسي في أدوية ما أدوية يهدون من هالشيء وفي أيضا الجلسات النفسية اللي هو سايكوثيرابي وفي ناس يعني تقول أن الكمبنيشن ما بين السايكوثيرابي والطب النفسي بنتيجة زينا إذا كانت تعصب لدرجة عالية جدا وشديدة الحمد لله يا بنات ما يكون عندنا تعصب رياضي نحن عندنا تعصب للمولات هل هذا بعد حال عندنا دكتور؟ هذا بالذات يباله علاج هذا هيدا تغيري لهوس يعني إنه دائما في المولات وهذا هنا طيب دكتور نحن في أقل من دقيقة أو دقيقتين نحن ما شاء الله الوقت مش عندنا بسرعة أبو سلطان خذ جانب كبير من الوقت عندنا لكن نبي نتكلم عن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض النفسية لتفادي المضاعفات السلبية اللي قد تنتج عنها مهم جدا الكشف المبكر مثل ما قلت لك سابقا إنه واحد من كل أربع أشخاص ويعاني من مرض نفسي فهني تأتي الضرورة ضرورة تعزيزة صحة النفسية أول شيء وبعدين الكشف المبكر وفي هذا الكشف المبكر أنا أحب أذكر دور طبيب الأسرة لأن الناس المصابين مثلا بالمرض النفسي أول الناس اللي يسرون له طبيب طبيب العائلة يعني أو طبيب الأسرة بالإنجليز يسمونه سعى جي بي فهو اللي يسوي لهم سكرينينج في البداية جميل إذا كان هناك مثلا إحمال من طرف الأسرة لفرد من أفراد الأسرة إذا لاحظ في تاريخه في كشف تاريخ المرضى لهذا المريض فله دور فعال أنه يرشده إلى الطب النفسي أو العلاج النفسي وبعدين في ناس عندهم يعني ما يكون عنده إدراك أنه عنده حالة نفسية صحيح اللي أكثر الأحيان وفي ناس بعد لاحظنا أنه يكون عندهم الإدراك لكن مثل ما ذكرت وصمة العار ساعات يعني تخليهم ما يقول المستشفيات ويعالجون عند الخصائي النفسيين طيب بقرة هاي رسالة دكتورة قبل يعني عندي لأن رسالة موجهة لت صباح الخير سيد محمود سؤال للضيف الكريمة أيهما أكثر فائدة وتأتينا في رأيك وبصراحة العلاج من المضادات الاكتئاب أم العلاج السلوكي وهل الوضع الأسري للفرد يؤثر في الحالة النفسية سلبا وإيجابا وشكرا أبو عبدالله السريع دكتورة لأن مثل ما ذكرت خم حمود الساعات الحالة الماضية هي اللي تقول لها مثلا أي تجاه ناخذ قبل تجاه الدواء بالطب النفسي أو أن الحالة يعني ها بدناها بالعلاج السلوكي اللي هي الجلسات اللي هو نسمي العلاج النفسي السايكو ثيرابي وفي بعض الأحيان الكمبنيشن مثل ما ذكرت لتأثير قوي في علاج هذا المصاب جميل دكتورة آمنة علي الفلاحي مساعد ممارس نفسي بين قسم الطب النفسي بمستشفى راشد شكرا لك حضورك شكرا لك هذه المداخلات الجميلة وعلى أمل أن نلقاك إن شاء الله قريبا بعد في البرنامج إن شاء الله إن شاء الله طول عمرت الدكتورة دكتورة نجد أن نطلع فاصل ومن نرجع إن شاء الله فاصل مستمعين وراجعين لكم صحة وسعادة ورجعنا لكم من بعد الفاصل عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة طبعا من بين أهم التخصصات اللي كان لهيئة الصحة في دبي بصمة واضحة فيها ونجاحات متواصلة على مستوى العمليات التجرية في مستشفياتها وبالتحديد في مستشفى راشد يأتي تخصص جراحة التجميل اللي يمثل أحد أهم التخصصات اللي توليها هيئة الصحة أولوية متقدمة وتعمل دائما على رفضها بأحدث التجهيزات والتقنيات وتنمية خبرات وكفاءات القائمة على هذا القسم حول قسم جراحة التجميل في مستشفى راشد إمكانياته قدراته خدماته كافة المعلومات عنه يسعدنا يكون معانا في الستوديو الدكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل في مستشفى راشد صبحك الله بالخير دكتور الجمال دكتور مروان صبح النور مسيرتي بعد مستشفى يكون إياكم مستشفى ثاني عنده أوسم طبيف الهيئة هذا بعدك أنت أنا أترقم ثاني الله يسعدك دكتور دكتور نحن يعني عادة ما نحاول نذكر المستبعين بفترة وأخرى بقسم جراحة التجميل في مستشفى راشد اللي يحوي العديد من الكفاءات البشرية والتجهيزات تكنولوجية العالية اللي تساهم بشكل كبير في يمكن الناس عندهم فكرة جراحة التجميل عبارة عن إيش عبارة عن شوية بوتكس شوية ماندريكيلر شوية فلرز شوية شفت لا بس هي المسألة مختلفة تماما صحيح هو علم يعني وايد مهم جدا أنه يتواجد ضمن المستشفيات الضخمة ومستشفى ضخم مثل مستشفى راشد هناك كثير من الحالات فخلنا نتكلم عن القسم هذا بشكل عام دكتور أساس القسم هذا عندنا إدحشر الدكتور ودكتورة والقسم يستقبل كل الحالات اللي علاقة بالحروق وبالحوادث هذا كشكل أساسي ولكن الفترة الأخيرة خلنا نقول من 2013 تقريبا عدد الحالات اللي يونعن حق العمليات التجميلية العدد هذا زاد فأضفنا الخدمة هاي على أساس أن نساعد المرضى على أساس أن يصلون للنتاج اللي هم يبقونها ونفس الوقت نخفف من الضغوطات المادية لأن هالنوع من العمليات تكون وايد مكلفة في القطاع الخاص فنحن ما نحب أن ننافس القطاع الخاص ولكن نحب أن نساعد الناس على أساس أن يصلون خلنا نقول مو بالكمال ولكن لبعض التعديل اللي ممكن يرجعهم للشكل اللي هم يبقونه ويزود من الثقة بالنفس فالخدمات هاي كلها متوفرة من علاج الحروق من علاج الحوادث التشوهات الخلقية من العمليات التجميلية والحمد لله كل هالأشياء موجودة والخدمة هاي نحن زودناها حاليا عن طريق أنه تزودنا عدد الدكاتر اللي موجودين عنا وزودنا عدد غرف العمليات اللي موجودة أضفنا بعض الأجهزة على أساس أنه نخفف من فترة الانتظار ونقدم الخدمة المرجوة من الناس بطريقة تكون منافسة للقطاع الخاص ولكن دور قطاع الخاص موجود عمليات ثانية مثل عمليات الصدر والأفخاذ لكن في النهاية كجسم كامل نحاول أن نرجع التقاسيم المطلوبة والمرجوة من المريض أكيد طبعا لو تعطيني دكتور عدد العمليات التقريبة مثلا شهريا سنويا كم العدد زاد من قبل سنتين لليوم من 2013 لما فتحتوا الخدمة لليوم كم الحصائيات اللي عندكم في البداية قبل 2013 كنا تقريبا نص العمليات نسويها كترميمية ونص العمليات تكون تجميلية لكن الفترة الأخيرة بسبب الوعي الزايد عند الناس قلت عنا عدد الحوادث أو الحروق اللي علاقة يعني مثلا الحروق اللي في البيت أو في المصانع فهنو عمل مرضى ما ينعن بهالمشاكل الكبيرة فنعالجهم من باب الحوادث وخلاص نشوفهم في العيادة ففي مجال أننا نستقبل حالات أكثر اللي عندهم يعني مشاكل ترهولات ولا شاو يحبون أن نعالج ونشيل الترهولات الموجودة فبدأنا نركز على هال المجموعة أكثر فخلنا نقول تقريبا الثلثين المرضى اللي يونعن يكون للعمليات التجميلية والثلث يكون للترميم فحاليا سنويا تقريبا نسوي قرابة 700 حالة تجميلية في مستشفى راشد والهدف حين أن نبغي نزود العدد هذا على أساس أن نشوف إذا فيه مجال أن نفتح بعد الظهر بعد الدوام الرسمي بعد ممتاز طيب الدكتور يعني أنا يتوارد إلى ذهني يعني واحد بعد عملية الشفط ولا كذا هذا اليلد اللي أنتو تشلونا شو تسوون فيه سؤال مهم السؤال حلو أنا فكرت فيه قبل تقريبا خلنا أقول أربع سنين فكرت شو نسوي في هاليلد حرم أنك كل هالتراهلات اللي موجودة ليش نعقى كرمك الله في الزبالة ليش ما نفتح لنا بنك للجلود جميل فتواصلت مع وزارة الأوقاف وعطوني الموافقة وتواصلت مع الجهات الرسمية وعطوني الموافقة لكن من ناحية خلنا أقول البيروقراطية صعب أني أطبق الموضوع هذا فخليت أنهولد وبعدين بديت أفكر أني أطور الموضوع هذا بطريقة ثانية لأن على طول من كل هالسنين كنت أفكر في بنك الجلود أنت فتحت موضوع بنك الجلود صحي فبنك الجلود هذا أنا فكرت بنظر أكبر من شذي حين في العالم ما يفكرون في الجلد كجلد يفكرون في شيء ثاني عوضا عن الجلد اللي هو نحن نسميه الأمنيوتك ميمبران اللي هو الغشاء الخارجي لل خلنا نقول البلاسنتا اللي هو المشيمة اللي تربط الجنين بالأم هالجزء هذا نحن ما نستخدمه بالمرة صحي مجرد ناخذ عينة أو جزء منه ونخليه كالخلايا الجذعية لكن ما نستخدم المشيمة هاي كلها استخدمات ثانية إلا ها استخدام ثاني ممكن الغشاء هذا ناخذه ونكون بنك ونحطه عندنا ويتم فترات طويلة ونستخدم كعوض عن الجلود ونقدر نغطي الحروق والحوادث وحين في بريطانيا وفي أمريكا في مصانع يخزنون هالغشاء هذا ويبيعونه ويصدرونه البر ليش ليش ما يصير عندنا نحن بعد إن شاء الله إن شاء الله نتفائل طيب دكتور في سؤال يقول كيف تجميل العملية القيصرية يلي تتكلم عنها دكتور رنان الفاضل موضوع مهم دكتور يومي ينوان في العيادات الحريم يسوي قيصريات ويبقون تجميل هل يستوي هل هم أساس المجتمع فلازم ندلحهم عشان يدلعونه في البيت أوكي خاص تفضل سامحناهم أغلب زمائن نساء صحيح هذا قولها ريايين بعد يساوون قبل فترة نعم قبل كم من سنة صحيح أحينا لا الريايين بدون ينافسون الحريم يا السلام عليكم الريايل كشي يبون عشانكم مثل ما هم يهتمون فيها لازم نحن نهتم فيهم صحيح دكتور فالعملية القيصرية من البداية بعد القيصرية ما نسوي أي عملية تجميلية نخلي المريضة ترتاح لفترة معينة عادة ثلاث لأربع شهور وبعدين نبدأ نسوي عمليات ثانية لكن أن نجري عملية تجميلية في وقت القيصرية علميا وعالميا ما ينصحون فيه لأنه في مشكلة الالتهابات اللي ممكن تصير في المنطقة اللي نسوي فيها العمليات التجميلية فتخلص من القيصرية ويخيطونا بكل شيء وبعد فترة النقاها نبدأ نسوي العمليات الثانية اللي هي محتاجتنا طيب ابو عبدالله عند السؤال يقول دكتور قرأت وإعلانا نصادر عن عيادة في دبي أنها تقوم بمعالجة ترهولات الجل بدون عمليات جراحية أرجو أن تشرح لنا عن مدى صحة هذه المعالجات وشكرا ما احترامل الإعلانات هاي تكون مضللة شوية إذا فيه ترهولات خفيفة خلنا نقول مثل أو شيء ترهول بسيط ممكن نستخدم الأجهزة اللي هي أو 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 بعض أنواع الليزر على أساس أنه يخفف من الترهولات عن طريق أنه يرفع درجة حرارة الكولوجين اللي موجود تحت الجلد وأول ما نبرده يصير نوع من الشد ولكن أنه نشيل ترهولات الكبيرة اللي موجودة بعد تنقص الوزن أو الرياضة وهالأمور هالكلام غير صحيح لازم إجراء العملية طيب السلام عليكم أخواني هل فيه عملية عملية تجميلية لحبوب الخال في الوجه؟ لحبوب الخال نعم أنشيله بالليزر هو ليزر نوع واحد اللي يقدر يشيله اللي هو CO2 ليزر تحت بنج موضعي أنشيله وإذا صار تصبغات عند المريض لأنه ممكن تصير تصبغات إذا هو من سكن تايب خلنا نقول اللون البشرة عنده من درجة الثالثة والرابعة والخامس والسادسة اللي تكون غامجة شوية ممكن تصير تصبغات بعد زارة حبة الخال فهناك نحن نستخدم نوع ثاني من الليزر اللي هو الـ Q-Switch ليزر عساس أن نفتح المنطقة طيب شوي خارج عن التجميل الدكتور كان في واحد يقول سلام عليكم سوي عملية قص معدة 2013 حين يوم أنام عاتيني حموضة هذا صراحة ممن مجالي ولكن من خبرتي وشغلي مع القسم اللي يشتغلون في هالأمور الحموضة هاي تستوي لأنه المجرى يكون أصغر نحيح فالحمض يرتفع على فوق وهذا ممكن يخففونه بعدة طرق أما مثل نيكسيوم أو أنه إذا هو عايش حياة سترس ممكن يخففه أو يعتمد على النظام الغداي اللي هو قاعد ياخده على أساس أنه يخفف الحموضة طيب الستريتش مارك البيضة والحمرة ياليت تنورونا فيها الدكتور وكيف علاجه لأن العيادات الخاصة تضلل حقيقة الشيء لأنه ندفع كثير وبدون نتائج نشوفها هل عادي أنا عندي ملف حكومي أقدر أخذ تحوي للدكتور ويعالجنا ولا شو الطريقة أقصد العلاج عن الدكتور هل هو حكومي أو ماذا الشخص جاوب على السؤال هو سأل السؤال وجاوب عليه أنه ما استفاد أي شيء من الأشياء اللي سواها وهالكلام صحيح حاليا ما فيه أي جهاز يقدر يشيل الستريتش ماركس البيضة أو الحمرة أو البنية ولكن فيه الأجهزة اللي هي الراديو فريكنسي والليزر والألترا ساوند ممكن يتخفف من الستريتش ماركس لأن مشكلة الستريتش ماركس أن مادة الكولوجين خاصية الكولوجين اللي موجودة تحت الجلد الخاصية هاي تكون ضعيفة فيصير مثل تمزق في الكولوجين صحيح أن نرجع الكولوجين لخاصية الطبيعية تكون مطاطية أكثر هذا شيء مستحيل لأن هذا في جينات الشخص نفسه لكن الأجهزة هاي تخفف من عرض المكان وتخليه أرفع ولكن الستريتش ماركس التم سامحين دكتورة مثلا بعدني ويسألة الجمهور يقول يقال أن المرأة قبل الزواج المفروض ما تسوي عمليات شد البطن لأنه بيأثر لاحقا على الحمل صحيح هم لا هالكلام صحيح ويفضل إذا الحرمة بتتزوج تسوي شد بطن لكن بدون خياطة العضلات لأن نحن عادة نشد البطن ونخيط العضلات عساس نخصر المكان ونفس الوقت نشيل الضعف الموجود في نص البطن فإذا سوين هاي الشيء يفضل أن المريضة ما تحمل لمدة سنة لسنتين ولكن إذا مع ذلك حملت قبل السنة ممكن تحمل والجنين يكون سليم وما يصير لأي مضاعفات ولكن الضعف هذا يرجع مرة ثانية طيب السلام عليكم كيف تخلص من تصبغات الجلدية العميقة العميقة أحيانا نحن نستخدم الليزر اللي هو الكيو سويتش ليزر ولكن إذا البشرة خلنا نقول تعبانة شوية نستخدم كريمات لترطيب المكان ولتقوية أو للتقوية خاصية الجلد عساسي يتحمل جلسات الليزر ونعطيهم بعض المبيضات وبعد فترة نبدأ نسوي جلسات اللي هو الكيو سويتش ليزر على مراحل ولكن لا تتوقعون أن المريضة ترجع بيضة 100 بن 100 ولكن تكون أحسن من قبل وفي بعض الأدوية اللي يستخدمون خارج البلاد وهالأدوية ما أبغى أذكرها حين على الهواء ولكن هالأدوية يستخدمونها وتفتح البشرة ولكن بكميات معقولة لفترات معينة فقط جميل شكرا على ملحق البيان الصحي أنا اهتم بمواضيع الطفل صورت موضوع العيادة الذكية تناقش أمراض الأطفال وحطيته في مكتبة الأطفال خديجة بن محسن تنفيذي رئيسي إنشطة شكرا لك خديجة أيضا دكتور في حد يسأل ما هي فوائد شرب الماء الدافن نحن جاوبنا عليه في بداية الحلقة ورد السؤال ثلاث أربع مرات بس نحن جاوبنا عليه وإذا أسعفنا الوقت بنجاوب عليه مرة ثانية موم مشكلة الله يسعدكم جدا نستفدنا تراحنا أربعات ونسأل وما قصرته والله شكرا لكم هل حكومي العلاج ولا كيف الطريقة كيف يزورونك في المستشفى دكتور أولا لازم يكون فيه تحويلة من العيادات الخارجية أقرب مكان البيت وبعدين ينعننا ونعطيهم الموعد ونشوفهم في أقرب الموعد ونحدد لهم العملية اللي هم محتاجين إذا حدي من الصوب دكتور ندب تسوي له سالفة أو طاف بنشوفه حين عقب دقائق إن شاء الله هل مستشفى راشد يستقبلون الطواري الآن 24 ساعة أكيد دكتور 24 ساعة الطواري ما يسكر عنها على طار الطواري دكتور أتي عمليات كثيرة فيها حوادث فيها كذا فيكون فيه تهشم يمكن في الوجه أو الملامح وتروح أو حتى الإيد تصير فيها شيء أو الجل هنا بعد فترة يرجعو لكم أنتو أو يمكن أثناء العملية كذا يرجعو لكم أنتو كطبات تجميل فخبرني عن النشاط اللي تقومون فيه في هذا المجال مجال الحوادث مجال الحوادث يكون مجال مو بس قسم جراحة تجميل فيه قسم جراحة اليد وفيه قسم المكسيلوفيشل اللي هو الفك عمليات الفك وفيه قسم الحوادث نفسهم فبعد ما قسم الحوادث يعطون الإجراءات الضرورية يقدمونها للمريض أو المريضة يحاولون علينا فنحنا نكون ثلاث أربع أقسام نقدر نقدمهم الخدمة هاي إذا مشكلة في الفج نحنا نحاوله على قسم اللي هو المكسيلوفيشل يعيدون ترميم الفك وإذا مشكلة في الإيد في عمليات في قسم جراحة اليد تحت إشراف الدكتور خالد العوضي استشار جراحة اليد هو يجري بالعمليات الترميمية لليد وبعدين يتحول علينا على أساس أن نغطي بالخلايا الجلدية أو العضلات المتأثرة بس أنا أذكر يعني يسلون منون الدكتور دكتور مروان زرعوني دكتور مروان استشاري صح دكتور نعم استشاري يقولون لا ما بيقولون أنا لأن عندي مشكلة أنا أحيانا عندي المشكلة بعد ما أعلى رتبة النقيب أو العميد أو كذا فعندي هذا نسأل قليلا أنا تمشار لما أحفظ مسماية الوضع هذه عادلة طبعا دكتور رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى راشد وهو استشاري ورئيس القسم يعني هذا الذي يسأل عن اسم دكتور قلت هناك مداخلة مابرور هناك سؤال من مستمعة لا يريد أن تطلع الهواء تقول تحويل مسار أو قص بعد ثلاث سنوات وعندها تراهلات شديدة في الجلد ولكنها لديها ثلاثيمية فتقول كلما يحدث شد الجلد يقول العملية لا يستوي خطر على حياتك فتقول لماذا لا ينقلون لي دم يعني عشان إذا بسبب الثلاثيمية يكون دم ينازل لا ينقلوا لي دم وهل هناك تعارض ما بين إصابة المريض بمرض دم والعمليات اللي عندهم الثلاثيمية نسولهم العملية ولكن لازم نحط هذا الشي على ميزان نشوف العملية في النهاية تجميلية نشوف هل بيضرها أو لا من ناحية الصحية هل جسمها يتحمل هل تصير لها مضاعفات عقب العملية أو لا وبعدين نشوف إذا شفنا ما في أي مضاعفات ما في أي مشاكل خلال العملية نسول العمل لأنه في النهاية هي تجميلية صحيح فأنا ما نريد ندخلها في دوامة ثانية بمشاكل صحية ولكن إذا المسألة مسألة مستوى الهيموغلوبين في الدم نحن عادة ندخلها قبل كم من يوم ونزود نسبة الهيموغلوبين في الدم عن طريق بلد ترانسفيوجن وبعدين نسولهم العملية ونتابعهم جميل طيب كيف أخذ موما وهل تبقى فيه آثار عملية البطن سوى كرش الزائز بعد الولادة هي أكيد نحن نسوي العملية تشد البطن وخياطة العضلات وتقويتها على أساس أن نرجع قوة العضلات الموجودة ونخصر المكان عن طريق الخياطة الداخلية ولكن اليرح أو خط العملية هي نفس خط القيصرية ولكن على أطول شوية فيايا على الشكل الهلال في أسفل البطن طيب في جهاز دكتور سواق العيادات الخاصة الجهاز مثل مثل غرف التان لكن عمله يفتح البشرة يفتح البشرة هل يمعت عنه وهل هو نتاج مضمون خصوصا يغير درجتين من البشرة صراحة ما سمعت عنه اسم الضوء الأخضر ما عندي فكرة ما سمعت عنه لا دكتور مروام من الطباء الممتازين وخريج السويد صباح الخير عليكم جميع كيف طريقة شفط الدهون من البطن وخوي شفط الدهون ممكن نسوي تحت بنج موضعي أو بنج كامل يعتمد على كمية الدهون اللي نحن حابين ننشيله والمنطقة فإذا الكمية بسيطة بنج موضعي إذا كمية كبيرة بنج كامل ننشيله وممكن نتخلص منه أو أن نحقنا في أماكن ثانية على حسب حاجة المريض الله يعطي العافية دكتور مروان والنعم فيهم والله في كل أطباء الدولة خصوصا دكتور محمد للنساء بمركز صحي للبرشة طبعا في واحد يسوي لنا دعاية حق أذربيجان إذا حابت تسافر دكتور طي هي لباكو أوين ما أعرف والله دكتور الزين الحين دكتور ماذا دكتور أنا عندك شي تابعين تسري لا كنت أسألها عن لما النساء يولي العياد يقولون أقبل الولادة بكم الولادة طبيعية أقدر أسألنا عملية شد الجلد بعد ستة أشهر في مرضات قالوا لهم بعد ستة أشهر وشوفي يعتمد إذا هي ترضع أو لا إذا هي ترضع يفضل أن تخلص من الرضاعة وبعدين يتتي ولكن إذا ما ترضع ما عن أي مشكلة بعد ستة أشهر ممكن نسأل العملية لأن الرضاعة مهمة للطفل صحي فإذا سوت العملية نحن بنعطيها أدوية نعطيها مضادات حيوية فهل أدوية هاي بتتعارض مع الرضاعة صحي فلازم تحدد إذا بترضع أو لا طيب نحن وصلنا لختم حلقتنا اليوم نحن ما نملك إلا نتوجه بالشكر جزيلا دكتور برواز زرعودي طبعا استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل في مستشفى راشد صح؟ حافظها دكتور جزاك الله خير أنك انتهيت نحن نحن حصص صعوبة عشان نيبك البرنامج لكن أنت للأمانة ما تقصر دائما هذا الواجب الله يسلم تمنى لكم التوفيق وشكرا لك الحلقة بعد في وايد أسألة يا دكتور لكن ما لحقنا نقولها فشكرا لك شكرا لك دكتور لندى شكرا لكم ندى الملة دكتور ندى الملة قول لي فزي شمالتها وايد طويت ما عرفه أخ الصاية طب أسرة مدير وحدة الشؤون الطبي في مركز البرشاء الصحي شكرا لك دكتور شكرا لك حمد المعيوف كانت معنا في التنسيق وفي الإخراج طبعا محمد الصفار وطبعا عندي أنا ما شاء الله هذا البرنامج الوحيد فيه أربع خمس مخرجين ما شاء الله من دلعيني اللي ذاع أنا إزاكم الله خير وحتى نلقاكم بإذن الله غدا نتقبل وتحيات محدثكم محمود يوسف العلي وهذه كلمة شكر لفريق الإعداد كذلك عن ننساهم ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي